يا مسائل فل عليكم يلا نعمل الايس كريم تعالوا النهاردة بما ان الصف بقى دخل وخلاص بعد توقيت الصف هيدخل علينا والحر تعالوا النهاردة نعمل الاز واحلى ايس كريم كونو وهنعمل كمان اللجلاتو وهنعمل الايس كريم بتاع اللي بنكله كده في العصرات وفي المطاعم وتحسوا ان هو ليه طعم كده ونكهة حلوة وهوليكم تعملوا بطريقتين بطريقة اقتصادية ولو حابين تعملوا على اصول يعني الاتنين موجودين معاكم اهم حاجة ان احنا هنعملوا بكزا طعم يعني لو مش بتحبوا الطعم ده هوريكم حاجات وافكار كتير كمان تزينوا بيها الايس كريم يبقى زي بتاع بره بالزبط بسكوتا وستيك وكونو اللي انتو تحبوه هتلاقوه نهاردة حتى كمان هوريكم طريق تزين وفبولات الايس كريم اللي بنكلها بره وبتبقى غالية جدا كل ده هتشوفوا معايا بس لو لسه مشتركتوش في القناة ما نتدوسوا على كلمة اشترك تحت الفيديو بلون احمر فعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير الفيديو ويلا نبدأ وما تنسوش بقى الاعلان على قناتي هتب لكم اللينك ورابط ورقب التليفون في صندوق الوصف اول حاجة احنا الطريقة الولى ان احنا نستخدم فكهة مجمدة اختاروا الفكهة اللي تحبوها يعني مثلا انا عندي فكهة عندي هنا مانجا مجمدة ممكن تختاروا بديل للمانجا البرتقان يعني اللي هيمشي على المانجا هو هو اللي هيمشي على البرتقان بالزبط عشان لو حسيتوا ان المانجا مثلا اسعارها غالية لسه منزددش كده ما فرستوهاش من السنة لعدت مفيش اي مشكلة خالص ممكن اللي نعمله مع المانجا هو هو بالزبط اللي نعمله مع البرتقان هنجيب البرتقان اعتبروا ان دي برتقان هنجيب البرتقان عادي جدا وهنبتدي ان احنا نقشره البرتقان هنقشره المانجا مش هنقشرها يعني لو هنستخدم مانجة حتى مفرزة مش هنقشرها كل الفكرةدي هنحن هنحصلها وبعد كده هنبتدي ان نعصرها بأشرة لكن البرتقان هنقشره وبعد ما هنعصره هنصفين يعني قاد الفرق بين البرتقان والفرق بين المانجة عشان نبقى بس عارفين ايه كمان الحاجات اللي هيتعامل معاها نفس المانجة والبرتقان المانجة والبرتقان واليوسفي وجميع الموالح اللي هي مسلا الخوخ المشمش الحاجات دي كلها بتتعامل بنفس الطريقة دي فانتو كده عرفتوا لو عندكم اي فاكهة من الفؤاكه دي زي تعملوا منها الايس كريم كل الفكرة انتو تخسلوها وتحطوها جوه الخلاط الحاجة الوحيدة اللي بتتأشر فيهم هي البرتغان واليوسفي طبعا الاثنين دول بيتأشروا باقي ما باقي كله ما بيتأشراش هنبتدي ان احنا نضربه في الخلاط كويس جدا بكمية مية معقولة يعني هنقول مثلا لكل نص كيلو هنحط نص لتر نص كيلو نحط له نص لتر هتبقى القوام كده مزبوط لا هو تقيل ولا هو خفيف بعد ما نضربهم كويس جدا والنعمهم خالص في الخلاط في طريقتين الطريقة الاولى ان احنا نصفيهم الطريقة التانية ان احنا نستخدمهم على طول الافضل ان احنا نصفيهم لان احيانا الخلاط بيبقى فيه فتفيت كده صغيرة مش راضي ان هو يضربها كويس بعد كده بقى هنجيب عندي الحليب انا عندي هنا حليب مسقعات كويس جدا يعني حليب سائع وده مهم جدا وهنحط عليه معلقة من الجيلاتين الجيلاتين طبعا حلو قوي هو ده اللي بيدي القوام الجامل للأيس كريم معلقة جيلاتين ومعلقة نشا تمام ونحطهم على الحليب ونبتدي ان احنا ندوبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده الطريقة دي هي اللي بتكسف معي الأيس كريم او بتتقل معي الأيس كريم نرفحها على النار الجيلاتين طبعا بتجيبه من عند العطار وهو مش غالي ومتوفر جدا وبعد ما يبتدي تحسوا ان القوام بتدى يتقل معاكم يعني الجيلاتين مع النشا مع الحليب بتدى يتقل او على فكرة حابة اقول لكم ان بديل الحليب ممكن تستخدموا الميا هنجيب في بولا كده كوباية ونص من الكريم شونتي المقادير اللي انا بقولها لكم دي مقادير كيلو أيس كريم لما تشترونه منبارا تلاقوا بالشيء الفلاني يعني فانتوا متحسوش انها مقادير كتير لاayım من schauen انتوا شايفين كوباية صغيرة من المياة بكوباية ونص منår من الكريم شونتي طبعا الكريم شونتي لان اندخله في الايس كريم يكون محلت لا يكون ما يكون سادة خصوصا sensor لو احنا مش ضربين الفكهة بالسكر لكن عندما نضرب الفكهة وبالعصير مثل 애� operator عندما نضربende دلوقتي خليط الجيلاتين يعني زي ما انتو شايفين كده نزلنا خليط الجيلاتين مع الكريم شانتي خليط الجيلاتين واللبن او المية مع النشا ونقلمهم كويس جدا جدا بالشكل اللي انتو شايفينه ده لحد ما حس بقى دلوقتي ان القوام ابتدى يتقل معايا زيادة عن القوام الاولاني ساعتها بقى هنزل العصير اللي انا عامله اه التقيل ده ونبتدي نضرب كويس اوي اوي هنزل كوباية ونص برضو من العصير وبعد كده هنبتدي نحنا نضرب حلوة اوي اوي العصير اللي انا نزلته هو اللي هيديني ناكهة العيس كريم يعني انا هنا مش محتاجة ناكهات لو حابة لو ازود لوت مفيش مشكلة مش حابة ازود اوكي تقدروا هنا زي ما انتو شايفين كده تضربوهم كويس جدا وبعد كده تحطوهم جوا بولات اللي هيتدخل الفريزر عشان يسقع الفاكهة التانية اللي معايا الفراولة الفراولة سواء المفرزاها او طازة مثلا في بتاعة الموسب الحاجات اللي بتتعامل زي معاملة الفراولة او الحاجات اللي بتتعامل زي الفراولة ايه هقول لكم البطيخ البطيخ والفراولة بتعملوا نفس المعاملة بنعمل عصير منهم وممكن كمان نستخدم الشربات يعني دي كمان وصفة بالشربات بتاع الفراولة او الفيتراك بتاع الفراولة هي هي نفس الطريقة جبنا الكريم شونتي وضربناه وبعد كده نزلنا عليه الجيلاتين مع الحليب اللي احنا تقلناه كده على البوتاجاز طبعا ما حطينا الحليب والجيلاتين والنشا ما كناش حطين سكر لان احنا السكر بنحطه مع الكريم شونتي يعني الكريم شونتي اصلا محلة فاحنا مش هنحتاج سكر وطبعا الوصفة دي مناسبة للناس اللي هي مش بتحب الايس كريم مسكر قوي لكن لو حابين تزودوا السكر هتزودوه فين هتزودوه في العصير بتاع الحليب يعني المكان الوحيد اللي ممكن حضراتكم تزودوه فيه السكر هو العصير بتاع الحليب هنحط دلوقتي الاصانس او اللي احنا عملناه عصير الفراولة او في ترك الفراولة او الشربات او العصير البطيخ او عصير الفراولة اي حاجة من دول هيمشوا نفس الطريقة دي في الوصفة ونقلبهم كويس جدا بالمضرب لو ما عندناش المضرب على فكرة ممكن نشتغل بالخلاط او كمان ممكن نشتغل بالمضرب اليدوي انا بسهلها لكم خالص يعني ودي ايس كريم الفراولة وزي ما قلت لكم بيتعامل معه كل العصير اللي هي بتبقى شكل الفراولة كده هي هي طبعا اكتر حاجات بيحبوها ولادنا اللي هي ايس كريم الشوكولاتة وايس كريم الفانيليا وعايز اقول لكم الشوكولاتة ده بياخد رقم واحد حتى لما بنروح نطلبه من اي مكان دايما بنقوله حط ايس كريم شوكولات فاحنا هنعمله بطريقة اقتصادية شوية لان طبعا لو احنا رحنا جبنا الشوكولاتة بتاعت برة تبقى غالية ففي طريقتين هقولها لكم يعني يسهلوا عليكم شوية باقتصادين اكتر من احنا نجيب الشوكولاتة الغالية طبعا الشوكولاتة بتبقى انواع ممكن تشتروا شوكولاتة اللي انتو بتاكلوها برة وتستخدموها في الايس كريم وممكن تعملوا البدايل اللي انا هقولها لكم عشان تقدروا تحصلوا على ايس كريم شوكولاتة وايس كريم فانيليا من غير تكاليف كتير بصوا دي زي ما انتو شايفين دي شوكولاتة غالية فمش كل الناس هتقدر تشير الشوكولاتة الغالية اللي هتطلع منها الايس كريم ده ممكن تستخدموا شوكولاتة المطبخ الخام اللي بنسيحها ونعمل بها الترطة بس هي الفكرة ان انتو هتزودوا لها سكر يعني دي هي دي بس الفرق ان دي بيكونوا حطين لها سكر وحليب زيادة فانتو هتجيبوا شوكولاتة المطبخ العادية اللي هي الباكو بتاعها يعني بيقع مثلا معاكم ب 15 جديه وهتجيبوا نص باكو هتخطروا نص باكو كده بالزبط وهتحطوا معا نص كباية حليب ومعلقتين كبار من السكر البودرة تسيحوهم على حمام مائي هيديكم نفس نتيجة شوكولاتة الغالية اللي بنشتريها من بره فانا كده يعني عملت لكم بديل اقتصادي لايس كريم شوكولاتة الغالي اللي احنا بنشتريه من بره بطريقة بسيطة طيب عايزين كمان حاجة ارخص شوية بسيطة قوي هتجيبوا اربع معالق من الكاكاو الخاب تحطوا عليهم ثلاث معالق من السكر البودرة وتحطوا عليهم نص كباية من الحليب ومعلقة كبيرة من النشا ده كله على البارد تدووا بعد كده ترفعوهم على النار وتنزلوهم على الخليط هيبقى معاكم ايس كريم شوكولاتة بسيط وسهل واقتصادين قولها تاني دي كمان عشان دي اقتصادية واكيد كلهم هتحبوا وتعملوها اربع معالق من الشوكولاتة الخام او اربع معالق من الكاكاو الخام الغير محل عليهم ثلاث معالق من السكر البودرة عليهم نص كباية من الحليب الكامل الدسم وطبعا تحطوا معلقة كبيرة من النشا كل ده على البارد وبعد كده ترفعوه على النار اول ببتدي يتقل معاكم القوام تنزلوه على الكريم شونتي والحليب وكمان الجيلاتين واللي احنا ضربينه كله على بعضه وبعد كده بتدربوه مع بعض بيبقى معاكم ايس كريم شوكولاتة هايل جدا 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 عايز اقولكم الطريقة اللي احنا هنعملها دي بتطلع معاكم احلى وقلنزوا اجمل ايس كريم وممكن تاكلوه في حياتكم واقتصادي اقتصادي جدا دي الطريقة الصحة لتسيح الشوكولاتة عشان الناس لما بتسيح الشوكولاتة بتتحرق منها بلاش المايكرويف يا جماعة بلاش البوتاجاز انت تجيبوا مية عادية جدا مية سخنة من الغلاية وتحطوها في طبق يكون ستنلس عشان يحتفظ بدرجة حرارة عالية وتحطوا فيها الشوكولاتة كده وتدقوا ان انتو تقلبوها لو حسيتوا لو شوكولاتة تقيلة شوية ممكن تضيفوا عليها مثلا ربع كباية من الحليب او معلقتين ثلاثة من الحليب او المية بس لكن لو الشوكولاتة فيها سكر ما تحطوش سكر ابدا ابدا في مرحلة التسيح لو الشوكولاتة فيها حليب ما تحطوش حليب الشوكولاتة اللي بتقبل الحليب والسكر هي شوكولاتة دارك اللي هي بنشتريها اللي هي الخام بتاعت المطبخ دي اللي بتقبل يتحط فيها سكر وبتقبل يتحط فيها حليب لأنها already بتكون يعني ما فيهاش سكر كتير وكمان مش معمولة بكمية حلوة من الحليب وبعد كده احنا سيحنا الشوكولاتة بشكل ده بعد كده بنضيفها على المقدار بتاع الايس كريم بتاعنا ولبتدي ان احنا نقلبه كويس جدا ويبقى عندنا ساعتها ايس كريم شوكولاتة حلوة قوي قوي كل ما نزود طبعا كمية الشوكولاتة كل ما هيبقى باين اكتر وشايفين الشوكولاتة عشان يعني السياحة صح والايس كريم ما فكش يعني اغلب الناس تقولي بنخط شوكولاتة والايس كريم بيسيب بصوا عشان احنا مسياحينها صح على حمام مائي بطريقة صح الشوكولاتة ما فكتش وتقيلة جدا جدا زي ما انتو شايفين حلوة قوي ولونها مثالي هنحطها برضو في بولة وكده يبقى عملنا ثلاث انواع من الايس كريم طبعا فاضل الايس كريم اللي كل الناس بتحبه وتقريبا بتحب تحطه كده حتى على الكيك والحاجات ده اللي هو ايس كريم الفانيليا اللي هو مش محتاج اي حاجة ده يعتبر انا خدته في الاخر لانه هو يعتبر ارخص ايس كريم بنعمله بس من النشا والمية وجيلاتين واللبن فتقريبا كده اقتصادي فوق ما انتم متخيلين هي هي نفس المقادير اللي احنا هنحطها هندوب الكريم شونتيه في مية وندوبه كويس جدا وندربه بالمضرب وننزل عليه جيلاتين مع اللبن والنشا اللي احنا رفعناهم على النار بمقدار كباية لكباية ونص يعني كباية ونص من الكريم شونتيه عليهم كباية من الجيلاتين كباية من خليط جيلاتين واللبن والنشا بالمعادير اللي انا قلتها لكم اول الفيديو كباية لبن عليها معلقة جيلاتين عليها معلقة كبيرة نشا وبعد كده بنضيف الباكوفاناليا او نقطة صغيرة من الفاناليا وكده يبقى معنا ارخص ايس كريم فعلا يعني ده يعتبر من ارخص الايس كريمات اللي ممكن تعملوها كده بقى معنا الايس كريم بتاعنا بندخله الفريزر لمدة نص ساعة او ساعة لو مش مستعجلين وبعد كده بنطلعه بنديله ضربة قبل ما نشكله وبيكون عندنا طبعا الحاجات اللي بنشكل فيها الايس كريم اللي هي الكونو او عندنا الكاسات وطبعا يعني الامر كده يفضل يكون عندكم شوية مكسرات فول سوداني فارماسيلة شوكولاتو شبس نفرومهم ونعمل بقى ألز واحلى ايس كريم جوز هند كمان والسكر السانترافيش بيبقى حلو قوي قوي اتمنى بقى وصفة الايس كريم بتاع النهارده تكون عجبتكم وكون وفية الشرح بالتفصيل تقدروا تعملوا احلى والز وصفات الايس كريم النهارده اقتصادية بالنسبة الاسعار نشوفها من بره تحياتي لكم بألف هنوشفة ولعجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تشاركوا في القناة تفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بشكر كل بيتابعني وبينتسم في القناة مرسي جدا جدا لكم وشوفكم دايما يا رب على خير ورايا اشتركوا في القناة شكرا لكم